بسم الله الرحمن الرحيم وارجعت لكم في فيديو جديد لقيت حد في الكومنتات كده بيتكلمني على المراية المراية بتاعت العرساني دي بتبقى في الخطوبة والأفراح وفي المناسبات وكمان دلوقتي بنعملوها في عياد الميلاد المراية عندي بسم الله ما شاء الله 2 متر في عرض متر تقريبا يعني فكانت كبيرة وهنا عاملها حديد وحط عليها المراية وده استاند وارد وجنبها الولكم بورد تمام طبعا هي أصلا المراية دي بتتعامل معاملة الولكم بورد لكن احنا حطنا الاتنين جنبه بقى تمام أنا كنت مسورة جنبه بقى بس يتحركت طبعا في مكان تاني اللي هي الولكم بورد في مكان تاني طيب كان المنظر فظيع والمراية أصلا ما شاء الله تعالوا بقى قولكم كل المغامرات اللي حصلتلي في اليوم العجيب ده وكانت إيه النهاية وإيه اللي حصل أول حاجة أول موقف حصل إن التروسيكل فاتني ويعني هو خد المراية ومشي وما خدش الولكم بورد ولا حتى خد الستاند بالورد ونتيجة إن أنا خدتهم معايا ويعني ما كنتش عارفة شيء لهم ونتيجة إن الولكم بورد اتكسر ودي كانت أول صدمة بالنسبة لي الولكم بورد الكليريك بتاعي اتكسر وحرفي أنا كنت ماشية طول الطريق متضايقة ومتعصبة ومتنرفزة ومقهورة بجد عليه وفي الآخر بقى لما روحت وهديت مع ما كانش في حل خلاص أنت في الإيفنت فالمهم إن إحنا نلاقي حل الحمد لله هو ما جاش من النص ولا حاجة هو جي من الحرف فحطت عليه سلوتيب وقلت بعد كده نبقى نحاول نقص الزيادة دي طبعا لازم نشيل الكلام ونخسل ويلكم بورد من الأول ونترفع ويتقص بقى قصة صح فقلت مش مشكلة بقى خلاص كده لما شيء أفعل وعليجت الموقف الحمد لله وعدة بسلام والحمد لله رغم إن أنا ما كانش في أي حاجة في الإيفنت دول إن أنا أخد معي السلوتيب فالحمد لله لازم يكون في شنطتك أو في العدة معيكي السلوتيب فالحمد لله علجنا بيه الموقف والمقص برضو أنا معرفش إن كنت وغدالي آه لأ ممكن نقص بالورق مثلا فالحمد لله برضو كان معي ورد إضافي أو ورد زيادة قلت لو الستند كان محتاج بس إحنا ما حطناهش في الستند دارينا بيه المنظر ده والحمد لله محدش خد باله خلص من الإيفنت إن الويلكم برض الكسر تفتكروا بقى والغلط منين من أنا ولا من صاحب التروسيكل اللي ماشي وساب يلا الحمد لله هو نصيب وبصراح هو كان يوم عجيب غريب بدأت إن أنا أثبت الورد المشمش ده بالطريقة دي بالسلوتيب بحيث إن إحنا نداري إن ما فيش أي كسر وبدأت إن أنا بصه حطيت صلوتيب بين الفروح بحيث إن أنا لزقت الورد عليه عشان الورد ما يتحركش من الهواء ولا حاجة لزقت الورد بالمنظر ده يمين وشمال الحمد لله الحمد لله لزقتنا بقى وعدلنا الموقف والحمد لله الدنيا كانت تمامي عدت على خير ومحدش خد باله ده أهم حاجة أنا زودت الورد كتير بس أروح أيمين وشمال وهنا بصوا أنا بدأت إن أنا إيه أدخلهم في بعض بحيث إن هم ما يبانوش خلص حتى إن أنا حطة صلوتيب وموصلهم ببعض الحمد لله عدنا من موقف أو الموقف اللي هو إيه الويلكم بورد تاني موقف بقى هقولوكو دلوقتي إلا حصل هنكملها إزاي الويلكم بقى إحنا بنكتب الكلمة اللي إنتوا عايزينه يعني مثلا تو ويلكم تو أور إنجيج أو ويدينج مثلا حسب إذا كان هو فرح أو أو خطوبة وكمان لو جواز الناس ممكن تكتبهم بالعربي الكتابة دي برحيتكو خوص أحلى كتابة هو باللون الأبير في ناس بتعملوا بالجلد بس الجلد بيبقى صعب شوية الأبيض ثابت يعني أنتم ممكن تعملوا ويلكم تو أور بيجينينج وخلاص دي البداية الله أعلم بقى ده فرح خطوبة مش عارف إيه تمشي اللي اتنين فاهميني فولكم تو أور بيجينينج دي حلو قوي ممكن تثبتوها معاكم بعد كده اللي هتغيروه مثلا معاكم إن شاء الله بعد كده هو اسم العريس واسم العروس بس طبعا ما تعملوهش مراية كبيرة كده نقلها صعب جدا يا جماعة والحمد لله يعني وهقول لكم اللي حصل في الآخر تمام تعرفوا إن هي من نفسها لوحدها كده عملت خطين من الشمال بس هم الحمد لله مش بانين تماما مكنوش بانين خالص وانا كنت دعانة جدا على خطين دول يقولت يا ربي أنا هدريهم إزاي وهعملهم إزاي وبتاع لحد ما لقيت بقى مصيبة تانية هقول لكم عليها في الآخر البداية البداية عموما بقى بأي بداية في حياتنا خطوبة فرح جواز أي حاجة دي بداية وخلاص تمام طبعا دي كتابة فينيل الفنيل بيبقى عبارة عن ستيكر كده بيتقص بيتقص ستيكر ليزر وبيتحط عليه طبقة شفافة عشان نعرف نشيله ونحركه في الأماكن اللي احنا عايزنا يعني أنا كده بنثبته خلي بالكوا التثبيتة دي أهم حاجة في الدنيا لأن لو سبت في مكان انتي مش هتعرف يتحركي لو انتي حسنا طالع على الفوق شوية نزل الفوق شوية مش هتعرف يتحركي بقى خلاص انتي هتجي تشد الشفاف دا الحرفة هلزق معاك يبقى انتي هتحتاجي حاجة تانية خلاص فهماني ممكن وانتي بتنقلي الشغل دا تكوني مجهزة عندك في البيت لو انتي عايزة يعني طبعا ده بيبقى إيجار يعني إيه إيجار يعني ما ينفعش كل عروسة هنديها الولكم بورد أو المراية دي ونقول لها تفضلي دي هدية لأن طبعا هي مكلفة جدا الحديد مكلف المراية نفسها مكلفة جدا الستيكر كل حاجة فده بيبقى زي إيجار بالزبط زي الكوشة والخطوبة والحاجات دي كلها فإحنا كمنظمين حفلات بناخدها وإحنا ماشيين عشان بس السؤال دا أنا عارفة ان أنا هتسئله يا كاد يابان ان هو الموضوع سهل جدا ده احنا هنشيل الستيكر وهنحطه بس هو محتاج تخطيط تكتيكي لأن الغلطة هتبقى بفورة يعني لو تحط غلط هتبقى مشكلة ولو يعني بصوا أنا حتى كنت عامل ربي هي تتعمل إزاي طب هي صحة أصلا أنا كتبقى صحة ولا غلط ولا هي بالمقلوب ولا إيه هي كده أه لا صح يعني ممكن أنتو بتفسلوها بصوا تلاقوا نقطة تلاقوا حرفة مش راضي يطلع معاكوا يعني فالحمد الله هي ما بتطلعش بسهولة زي ما انتم متخيلين خلي بالكوا كمان الورق الشفاف ده أه أه انتوا بتخيلينها بعمل إيه انتم متخلين أصلا المراية عشان تتمسح دي محتاجة مجهود قدي تفتكروا حاجة زي كده تقجر بك قلوا لي يعني طبعا المفروض من أنا ساعتها لوقت ده نحط التاريخ بس للأسف أنا برضو كانت ملغطات اللي أنا غلطتها أنا نسيت التاريخ خالص فالكلمة دي مفروض تتحط تحت شوية وبعدين التاريخ بعدين بقى تحت دي عشان الناس لما بتجي تتصور بقى اللي هو بس الحمد لله ما أدركتش بقى حوار الطريق دي غير في الآخر فالمفروض الكلمتين الآخرانين دي بلاي شير وز قص دي تبقى تحت شوية في الآخر خالص يعني في الربع الأخير من المراية زي ما بيقولوا اللي هو احنا بنقول للناس يا جماعة خلي عندكم ميموري من اليوم ده واخدوا سيلفي فيه بس وهيبان بقى الأسماء طبعا معيها وأي حد بيتصور فيه هل تعتقدوا بعد ما حطنا الويرد الويلكن بورد خلص لا لا رغم انه كان جاهز هناك طبعا أنا عاملة معيكم الويلكن بورد ده قبل كده ومنظفين الإكلاريك ده قبل كده وكاتبين الاسم وعملين اللي هو الدهان اللابية ده البلاستيك ومزبطينه قبل كده في فيديو فات يعني حاولوا تروحوا الدورة عليه احنا بس هنشيل الاسم بتاع العريس والعروسة وده اللي هيتعامل في أي إيفنت تاني لو المراية فضلت سليمة أصلا يعني هنعمل كده يعني بعد كده في أي إيفنت ان شاء الله بنشيل بس اسم العريس والعروسة والتاريخ وبنحطه تمام؟ فدي بتبقى ثابتة معين فالتكلفة اللي بتدفعوها في الستيكر مش هتتدفع التاني قدام ده طبعا برضو نفس الفكرة فينيل بس دهبي طبعا الفنيل موجود كل الألوان فانتوا براحتكم بس الويلكن برضو هو كان محطوط دهبي فإحنا غيرنا الأسماء بنفس لون اللي هو الدهبي يعني بس وبردو كان نفس المشكلة أنا بقى هنا بصراحة الويلكن برضو ده ما كنتش عامنا تاريخ أصلا فحطت التاريخ تحت خالص يعني بصوا خلي بالكو بصوا يباني ان هو سهل لكن وانتو بتحطوه بصوا بيطلع معاكو الحرف تاني فلازم تضغطو كويس جدا لو معاكو فيزا أي كارنيه أي حاجة أنا حطت التاريخ بقى تحت في الآخر وكان مفروض طبعا ندهن الأبيض عليه بس للأسف برضو ما كانش في معايا لأن أنا عامل حسابي أن أنا كل حاجة مدهونة يعني وجهزة أنا برضو كنت مجهزة للستند الحمد لله مركبة الورد مركبة الورد كله مش مش عاملة طبعا بالأفيز ومربوط وكل حاجة وسبتنا الستند من تحت والحمد لله الموضوع كان تمام لحد كده الحمد لله وكل حاجة تدرت واليوم عدة وكله كان تمام يعني لو هتأجروها لحد أنتو أول مرة تتعاملوا معايا أو كده لازم تاخدوا دي بوزت وكمان تأمين عشان الله حصل لها حاجة هي جات لي طبعا بس عادي يعني الحمد لله قدر مش افعل خير جات لي طبعا مكسورة كسرة فضيعة جدا وتاني يوم هي وسعت جدا الكسرة تالت يوم بقى أو بعدها طبعا بضلت سايبها قدام باب الشقة لحد ما سبحان الله ربنا يعني ربنا أراد أنها تتضمر تماما وقعت تفرتكت مليون حتة طبعا ده الحديد زي ما انتو شايفين من وراء وكان المفروض أن هي يبقى فيه خشبة ما تكونش على الحديد كده وأنا بصراحة بفكر مرة جاي هعملها إكليريك علشان تبقى ضد الكسر والحمد لله قدروا مش فعال يعني بس أنا برضو قلتلكوا على كل اللي حصل اشتركوا في القناة